صباح الخير مستمعينا ومشاهدين الكرام وأهلاً وسهلاً بكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي صحصح صباح الخير رهوفي صباح الفل ندوشي يسعد صباحكم جميعاً كل اللي عم بيتابعونا عبر هوا راديو روتانا واللي عم بيشوفونا عبر شاشة عمان تي في نهار جديد إن شاء الله بيحمل معاه كل ما هو إيجابي للجميع واليوم رح نعمل صراحة موضوع له علاقة بمدة المكالمات بين الناس صح فأنا بدي أحذر رهوفي كمح الزيرة لها علاقة بمدة المكالمات نشوف قديش هي زكية في هذا المجال يلا جاهزة جاهزة ومستعدة أوكي خلينا نبدأ رهوف أيوة هل تعتقدين؟ أوكي أي مدة اتصال أطول بين رجل وأمه ولا رجل وزوجته؟ شوفي بتوقع التليفونين هدول ما بتعدوا 30 ثانية بس ممكن يكون مع أمه عشان في دعاء ورضا و الله يرضى عليك يا بني وهيك مع الزوجة ما في منه يلا باي بشوفك بالبيت جيب لبن برافو عليكي يعني مع الرجل وأمه أكتر من الرجل وزوجته طيب شو أطول؟ اتصال بين رجل وبنت أو بنت وبنت؟ لا أكيد بنت وبنت يعني نادية ورهوف مثلاً إيزة صار وحكوا مع بعض التليفون بدوا يأخذ لبطاً تقريباً 25 دقيقة هذا مع تحليلات على واتس أب يعني هو التليفون مش بس المباراة الرئيسية هو شوط إضافي هو شوط إضافي أكستراتايم أكستراتايم طيب هل تعتقدين بأنه مدة المكالمة بين رجل ورجل أطول ولا بين رجل وأبو أطول؟ أنا بحس الرجال كونهم بيحكوش كتير تليفون مظبوط هلا هو يعني التليفونين كتير سريعين بس مين ممكن يكون أطول شوي؟ رجل وأبو لا رجل ورجل الأب عمره ما بيقول باي فهي لحالة بتأخذ خمس ثواني مظبوط رها بجيبي كذا طعب باي صح صح طبعاً عندي مشكلة لازم أتخلص منها أنا كيف بنهي التليفون كتير بأخذ انتقادات عليها مثلاً أوكي يلا باي حبيبتي باي 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 في سبع ثواني باي 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 قصب شركات الاتصالات اللي أحلى اتصال بتخيل بين الزوج والزوجة لأنه ما بيكون في اتصال أصلاً ما في أعطيكي خمسة عشر مستكول برا أو بتكون عملت له بلوك ففيش مستكولات أصلاً رهاف أعطيكي ملخص لمدة المكالمات بين الناس يلا قولي أنا وياكي يلا رجل مع رجل تسعة وخمسين ثانية حلو رجل مع أمه خمسة واربعين ثانية رجل مع أبوه تلاتين ثانية رجل مع بنت لسة عم بتعرف عليها ساعة واربع وعشرين دقيقة وتسعة وخمسين ثانية سكر أنت لأ سكري أنت لأ سكري انت لأ انت لأ انت لأ انت لأ بنت مع بنت خمس ساعات وستة وعشرين ثانية وخمسين أجزاء من الثانية الزوج مع زوجته إذا رد تلات ثواني حكيتي إذا رد الزوجة مع زوجها خمستعشر مكالمة فائتة فائتة فعلاً هي كله فائت بهالعلاقة كله فائت بالحيط الأم مع بنت المتزوجة يا الله هاي أحلى الاتصال عشر دقائق وخمسين ثانية لا تسكتيله لا هو ولا أمه يعني كل عمان الشرقية والغربية والمحافظات وسائر القرى بيكونوا جابوا سيرتها العشة ساعات فتحوا كل الملفات بزا الدراسات بتأكد أنه بعد ما صار في مواقع وأبليكيشنز وتطبيقات مثل واتس آب وغيرها اللي هي بتتيح التواصل الفوري والسريع السريع الناس خفت تحكي تليفونات بشكل كتير كبير أنا مثلاً من الناس ما عندي مشكلة تضلك تحكي معي من الصبح لليل على واتس آب أما تليفون بحكي الهم وفيه إشياء بحسها لا تستدعي الهاتف يعني فيه جملة مثلاً أنت بتواصلي إشي مثلاً ما فيه داعي للتليفون هاي كيفك بدي أبعت لك على واتس آب هلأ العقد خلص ابعت العقد هيا بدون تليفون بدون تليفون هلا أنا وراها فيه جملة هلا رح حكيها بتنطبع علينا إحنا التنتين عندما تتصل بي إذا كنت أمي سأرد عليك أما إذا كنت شخص آخر وكان الأمر يمكن تأجيله ممكن تكتبه كمان عن طريق رسالة ما رح أرد إذا كان الأمر عاجلاً ويتعلق بالحياة أو الموت ننتقل للسؤال الثاني هل بيدي شيء أفعله؟ لا إذا لا لا ترن إذا أه وأنا بقدر أمنع الكارثة الله بيعيني على الدقيقة فالفكرة شوفوا أنا من الأشخاص اللي عن جد اكتشفيتوا أنا بحضر لهذا الموضوع أنا من الناس اللي بيحكي الهم أرد على تليفون بنظري الرد على الهاتف هي عملية معقدة سباشيلي إنه الشخص اللي أمامي بيدوا مني تفاعل مباشر بدون ما أفكر وأنا بني آدمة انفعالية فإنت إذا بتحكي معي على التليفون بتستفزني ستلقى جواباً لن يرضيك أو رداً لن يرضيك أنت ما نعلى الخلافات ما نعلى الخلافات وفي شغلة تاني رهوفة بقولوها إنه الأشخاص في ناس بيفضلوا حتى الرسائل الصوتية والمسجز على اللقاء بينه وبين اللي قدامه ليه؟ لأنه في ناس ما بحبوا إنهم ينكشفوا من خلال لغة الجسد ومن خلال نظرة العيون يعني أنا بقدر أخبي عنك أنه أنا حزينة أو متدايقة حتى من خلال فويس نوت بركلج صوتي بها الدقيقة بس وإنت شايفني مستحيله إذا بتعرفني مني ما تعرف أنه أنا متدايقة فحول هذا الموضوع التطبيقات الذكية حولت العالم إلى مجموعة من الانطوائيين إحنا قاعدين بغرفتنا عم نحضر تطبيق ذكي عم نحكي عبر تطبيق ذكي عم ندرس أولادنا عبر تطبيق ذكي وإحنا صفينا أغبياء طبعاً وبعدين في شغلة حشاكي يعني في ناس في شغلة كمان كتير مهمة بما يخص موضوع الويس ميسجز وهاي إحنا كلنا بنعملها إنت مثلاً لما بدك تعتذر عن إيفنت معين لما بدك تكون سلبي إنت ما عم بتقدم للطرف الآخر المتلقي سواء صديق زميل في العمل شخص عرفته بالشغل ما عم تعطي الإجابة اللي هو بده إياها فكروا فيها دائماً ما نلجأ للرسائل الصوتية ليش؟ لأنه ما في مواجهة إنت بتحكي اللي عندك وبتختفي يعني ما في أخده رد يعني إنت على التليفون دي أحكي مع نادي أقول لها ندوش صري اليوم أنا ما بقدر أطلع هي شو راح تقولي؟ لا بليز هذا كله عم بيصير الآن فأنا لتكون ردة فعلي جاهزة بالفويس ميسجز أنت بتبعت الدكية وبتروح بتغيب مظبوط فأنت زي كأنك ما واجهت وهذا الإشي مش كتير حلو لأنه إحنا في مواقف تتطلب مننا المواجهة وتتطلب منك أنه إنت مش بس تحكي رأيك وتهرب طبعاً بعدين في شغلة التواصل البشري حتى بقولك عملوا دراسة المدير اللي بيقعد موظفينه وبشكرهم وجهاً لوجه إنتاجيتهم كتير أكبر من المدير اللي بشكر عن طريق الإيميل آه طبعاً اللي هو إشي مقروع مش محسوس طبعاً وبتعرفي إشي كمان تاني عسلة التليفونات في إشي اللي عم بتقوله نادية أنه إنت بترنيلي ممكن تلاقي رد فعل في إتيكيت الاتصالات يعني كمان بمثلاً بدول الغربية الأجانب أنك تحصل على رقم الموبايل للشخص هذا إشي كتير خاص يعني أنت إليك بإيميله إليك بحسابه على لينكتين إليك بمثلاً رقمه الأرضي خلينا نقول بالمكتب إحنا عندنا مثلاً أنت كشخص أنا بعرفك من الشغل مش المفروض أنه أنت تحكي معي يوم جمعة مش المفروض أنه أنت تحكي معي يوم خميس ساعة 11 بالليل في كمان أوقات معينة فأنتو ما تزعلوا لما شخص تقول والله ما رد على تليفوني أنت إيمتاً رانن عليه وشو صلة القرابة شو صلة العلاقة بالاتصال فأنت مش طوي تتوقع أنه أنا إذا بعرفك من الشغل أرود عليك يوم جمعة يا محلا إذا بعرفهم من الشغل إحنا في مشكلة أنا وراهف نتعرض لها قديش إحنا بنموت بالأشخاص اللي بيحبونا وبيسمعونا وكذا ولكن أنا مثلاً رقمي مشاعر لا أنا رقمي عبل بورد بحطه مظبوط ستناديا موتت لجبت رقمك مين معي والله أنا عندي مشكلة مع زوجتي إذا بتقدري تحليلي إياها حبيبي أنا أنا عندي مشاكل مع زوجي كنا عندنا مشاكل كنا عندنا مشاكل مع أزواجنا لو عارفين إن حل كانت زاعد لو عارفين حل ما شفتوني قاعدة هون جنبها البنت بتصفل هاي عصيت في الزواج يا ندوشي بيقولك لا تتزوجي وسيماً تطارده النساء ولا تتزوجي غنياً يطارد هو النساء صح ولا تتزوجي فقيراً فيشعرك بالحاجة ولا قبيحاً فتنفري منه مين تجواز طيب لا تجوزي أحسن لك هي لا تتزوجي وقعدي كني حقيقي أحلامي رفعي سقف طموحي بس يعطيكم العافية جميعاً شكراً لكل الأشخاص اللي تابعونا وحضرونا وشكراً على الأغنية الرائعة المدلة المدلة المسئول شكراً لكل الأشخاص اللي تابعونا على راديو روتانا وشافونا على شاشة عمان تيفي إن شاء الله غداً يتجدد الليقاء شكراً باي باي كل يوم بكر شوان بصير نشي تأكير وقتك أصير صح 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 معنا يلا سمعنا نعوش يومك مع روتانا صح 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 ترجمة نانسي قنقر